مرحبا بكم في فيديو جديد سبق لي وريدكم كيفش نعمل كيكة المنيون بالتفصيل هبطرها 3 اجزاء خليكم اليانات تحتها في صندوق الوصف كانكم ما شفتوهم شو اعمل عليها مطلة حاجة مزيانة برشا ومضخمة وتنجموا وتفرحوا باعة صغيراتكم وتعملوا بها مجاوزة دمتومة اليوم كيفش نعمل كيفش تعملوا السابلي المزيانة ذكا كيف كيف تشاركت معاكم وصفة السابلي بالحق الاكثر طلب جماهيريا حصلت على نسبة مشاهدة عالية جدا سابقا لكن خطر اخترقت قاعدة من قواعد اليوتيوب اللي هي اضفت غني على الفيديو دونك اتلزيت باش نفسخوا ونعاود نعملكم الفيديو مرة اخرى غابت علي اني باش نتلش ارجيه ونعاود نحي السونوري دونك مش مشكل عاودت صورت الفيديو وهبطه لكم في توقعه تحت في صندوق الوصف ان شاء الله هذي السابلي متاع المينيون بصراحة السابلين تعمل اليوم ما صورت لكم مش تفاصيل 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 على خطر هو تفين في عاملين ومش تفين في الفالور متاعه حاجة مزينة على الأخر هنا النصيحة نمرو واحد انكم كدا يتغلفوا سابلي بالفندان والباتامون ولا حاجة ولا عجينة الشوكولاتة ديما اعملوا البات ترقيقة برشا باش يجيب نينا في الماكلة خطر كنتك عملوها غليظة تقدش مرة تشمرة ضيافة ولا حاجة صدقني لتنجم تمغضها ما تنجمش تاكلها عرفت يوحل في سنيك غليظ ياسر عاملين كوش غليظة برشة متاع فوندان معناها برشة بالحق برشة رقوها متومة لماكسيموم عملوها جويدة باش تجي بنينة في الفم وكي تعظ هيك تجي معناها تذوب في فمك ذوبين متستحقش باش تقعد تمغض فيها برشة وكل حاسي لو هدي أستوس مهمة برشة التزموا بها رجاءً التزموا بها باش ليك الكعبة السابلي يرحمة لولديك ويعاود يشري من عندك لان بيش تشري وإلا يفرح ويقولك يعطيك الصحة وتسلم إيديك دونك الهنا باش نبدو باش نوريك كيفاش عملت السابلي أول حاجة عملتك الدورة ذوكما وبعطالي زيانتم كيف نكاكة بالفوتر أليمنتر فوتر يتاكل يتباع في محل الخاص بيبيع مستلزمة الحلويات وعملت الفندان لونتها باللون الأسود هو فندان أبيض ناتورالما لونتو بشوية قطرة كولوران أكحل يخي ولا لونها غري كيف نكاكة كيمة لون اللونات قصيت الدورة الكبيرة للليونات بالغري وحطيتها في الفندان تلسقتها بنكيتها بلاشفاك البنسوة ذيكا بالمعجون استعملت راكم تسأله المعجون المعجون المربى اللي استعملته هو مربى المشمش تنجم وتستعملوا أي مربى متوفر أمان وقتها عندي كان المشمش استعملت لهنا وتاخذوا دورة لونها أبيض وتحطها في وسط الدورة اللي لونها أجري يزم تكون في الوسط بالضبط خاطر هو عبارة لابسك النظارات متاعه هذه أسهل طريقة لتشكيل سابلي معناها متاع المينيون ومبعد تاري تعملوا كل نقطة صغيرة متاعه اللي هي عين وتعملها تحط فيها نقطة كحلة وتعمل قريماس كما تحبوا عليه متومة وتشتهوا لهنا زاد عنديك سابلي نمر ثلاثة تاخدوا أي نمبر تبياسة عندكم وتعملوا به التقطيع متاع السابلي وتزينوه وتحطوا عليه عدد نمر السنوات اللي متاع صغيركم وكتبت عليهم باستيلو أيمن وآمين لهنا طوبش حاطيت الكيكة على البازة متاحة المرحلة الفيني ورد بالكم كان باش تعملوا الكيكة زادا نسيت سر آخر بشو نقول لكم عليه انكم الكيكة حطوها في الضقيقة تسعين ما تحطوهاش قبل تباتلي الكامل لو هي قاعدة فوق خاطر كيكة رزينة برشارة تخاف انها بالوقت تترخاها الطبقة اللوطانية فهمت؟ هذه أسيوس أخرى باش تستحفظوا على الطبقة متاعكم تكون مزيانة وما يتجاعدش وما يتجاعدش وما يتجاعدش الفندان هسيلو الكيكة هذي من غير دين وقتها وركبت العليدين وشاركت معاكم متفاصيل متاحها في الفيديوهات السابقة ما علينا فمش نعود نذكرهم هذو ما سابلي العينين عملت فيهم اكل نقطة الكحلة ديكة بالفوتر علي منتير وعملت له السمايل متاع الشعيرات شعر متاعه وعملت له فمه اعمل القريماس اللي تحبوا عليه تتقاوا تصور في الانستغرام كانت تحبوا تنقلوا على ذوكما شوفوا قداش جوايدة للبات وسبليه يزم يكون كيكة معناه ميكونش محروق ولا يكون ناضج برشا السمايل تختروها اخترت لكم السمايل تعيس هابي فيس هابي فيس هاذا فيس موز بهل موز بهل ولا باهت ولا يتبهنس حصلوا عادي برا هابي فيس متاع المينيون المينيون كيما تعرف فمه برشا نوع فمه مينيون طويل فمه المينيون اللي تكعبر فمه المينيون وكل كيف النزاسة كل واحد وكيفية المينيون اللي يحب يعملوا وهذا ما كعبت السابلي اللي عملتهم بنمره ثلاثة اللي كتبت فيهم ايمن وامين كيف ما قلت لكم راهوا الانيفرسير اللي تتوأم واحد اسمه ايمن والاخر اسمه امين ربي يحفظهم ان شاء الله الزوز وربي يبير كلهم فيهم ان شاء الله بهمهم ان شاء الله السابلي يكون نال اعجابكم واهم شي تجربوه لصغيراتكم بالتام اللي انتم تحبوا عليه وراهوا ساهل صدقوني ساهل ما في حتى شي وريدكم مقاطع منه والله الساهل اللي يستسهلوا الحق متاع ربي هو يتعب الكيكا كل اخذت لي ثلاثة ايام ورابع يوم عملت بي السابلي كانت متعبة كنت نخدم في الليل وكهو هذي كهي ظروف العمل كما نقولوا اللي دين نقصت فيهم نقصت في الطول المتاح كانت شوفوا انكليني ويلزم اكل العوايدة ذوكما هما ان بلاستيك ولا بنعرفش نوع الماتريال اللي هما مخدموا بهم اما هما يتباعوا في محلات بيع لوازم الحلويات نقل لكم للي يسئل على المطيارة ذي كامنين دونك باش تدخلهم فاك العودة في القوبة ذوكما في الكيك الكيكا الملاحظة اخرى الكيكا كيف عملتها حطيت دي عامة في الوسط دونك مش متزابي وش الاجزاء اللي فاتت متاع كيكة المنيون وتفرجوا عليها اللي هنا ذي كالباس دي جا خفاف هي سيبور اللي هزت الكيكا الكل غلفتها شوي بالفندون بعطيلي عملت عليها دورة بالريبان ما حبيتش نعمل بالاستخاس وكل خطر حصيت الاستخاس متاع حاجة كما قولوا حاجة متاع فيانساي حاجة كيكا حاجة متاع وهرا اكثر مش متاع صغار الصغار يساعدهم انك تعملها بريبان وكهو حاصلوا هذا كان الفيديو لليوم ان شاء الله يكون نتعجبكم وان شاء الله نكون فتكم ولو واحد بالمية وان شاء الله تعجبكم الطريقة والرسوس كيفاش عملت نقول لكم تاوو الى اللقاء نخليكم اليانات كل تحت في صندوق الوصف متنسوش بتعمل اليام طلة وبالتبعه متنسوش بتعملوا لايك وشير وسبسكرايب اهم شي تشتركوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم باش تفيدوا العباد و الى اللقاء اشتركوا في القناة